السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عندنا السامسونج جالكسي بودز بلس واللي حصلت على تحسينات كثيرة للأمانة مقاردا بالنسخة الأولية سعرها زادت عن النسخة الأولية ولما تم طرحها بأول مرة بـ 20 دولار يعني سعرها 150 دولار أمريكي لكن أعتقد أنه سامسونج وفرت خيارات أن تأخذ السماعة مجانة إذا طلبت الجوال أو سلسلة الـ 20 موجود ومتوفر بعد بألوان لكن راح تلاحظ أنه فيه صار الآن لون استماوي الشيء الذي يضايقني الأمانة وماعدم يمكن تتفق معي أو لا أبيك تشارك نبرايك في خان التقيقات الشيء الذي يضايقني الأمانة أنه صار لماع مهم مع التم مجهة نظر لماع التم أفضل كشكل لما بعض الأحيان يطلع السماعة رخيصة وأكسب الحافظة برضو تحديداً تحديداً الحافظة طبعاً لا زالت تحمل نفس مفهوم التصميم أنوار، قاعدة مغراطيس، USB type C، نفس الشكل من ناحية التصميم لكن فيه تغييرات جداً كثيرة على هذه السماعة فعل أبرز تغيير صار في هذه السماعة هو في مسأة البطارية البطارية تم يعني تخيل الموجودة في السماعة في النسخ الأولى كان 58 مليمبير الحين صارت 85 مليمبير يعني السماعات نفسها تغطيك 11 ساعة والحافظة تغطيك 11 ساعة وهذا التحديد الضخم في مسألة البطارية لسلسلة الجالكسي بودز وتحديداً البلاس وفيها خاصية الشحن السريع يعني ممكن تأخذ 60 دقيقة إضافية في ثلاث دقائق وهذا برضو يعتبر شيء ممتاز أيضاً تحسينات في مسألة جود صوت ما راح أحكم على الصوت نهائياً إن شاء الله وصارتنا نسخة راح تجربها بشكل مكثف وراح أقول لك رأيي في مسألة الصوت لكن غالباً راح تميل بشكل كثير إذا كانت مثل النسخة الأولى إلى مسألة البيس لكن عموماً اللي سوتها سامسونج مع البطز بلات صار فيها تويتر ووفر فبالتالي على كل سماعة قاعد نتكلم ففيه تحسن مثل جودة الصوت أتمنى أنه يكون فيه تحسن جداً ملحوظ أتمنى هذا الشيء للأسف العالم كانت متوقع أنه راح يكون فيه نويز كانسليشن أو خاصية العزل للضجيج لكن ما ضرت فيه فيه الأدافتب أنه تسمع اللي حواليك موجود ما هذه سماعة نعم أقدر أقول لك أنه موجود فيه مايك بجانب هي عبارة ثلاث مايك هات لكن فيه مايك مخصص لتقنية العزل للمكاربات فبالتالي مفروض أنه فيه تحسن ملحوظ أيضاً في مسألة جودة المكاربات مع الجالكسي بود بلس طبعاً منطقة اللمس والتحكم لا دات موجودة كما هي لكن اللهم اللي سوتها أنه سامسونج تعاوض بشكل مباشر أو بشكل أفضل مع سبوري فاي فيه مسألة أنه إذا ضغطت يوجهك مباشرة إلى قائمة البلاي لس الخاصة بك أو إلى سبوري فاي وقائمة الأغاني لكن بشكل عام كان طباع أولي أشوف التحسينات شيء مرحب فيها الأمانة يعني موه بالشيء البسيط اللي والله لا نفكر لا تحسينات كثيرة سووا فيها يعني واضح أنهم اهتموا في إصلاح كثير من المشاكل للنسخة الأولية راح نجربها ورح نشوف كيف جودتها في مسألة الصوت تحديداً فيها خاصية الاقتران السريع مع البتوت 5.0 وخاصة إذا كانت من أجهزة سامسونج ما أوضح حتى سامسونج لكن إن شاء الله أجربها وأقول لكم رأيي في خاطقاته عموماً قبل ما تطلع اضغط على زر لايك اشتراك في القناة تفهيل جرس التنبيه وإذا ما عجبك اضغط على زر الديسلايك نشوفكم وخير شاء الله مع السلامة